دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول الدرس الثالث عشر من هؤلاء الفتية الطوال يا علي هم طلاب ججد من أين هم هم من أمريكا أهم زملائك نعم هم زملائي هم في فصلي أهم مجتهدون نعم هم مجتهدون ما أسماؤهم أسماؤهم ياثر وزكريا وموسى وعبد الله ومن هؤلاء الرجال القصار هم حجاج من أين هم بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان أين موسى وأصدقاؤه ذهبوا إلى المطعم تمارين حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع مثال مثال هذا طالب هؤلاء طلاب 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 هذا تاجر تجار هذا حاج حجاج هذا رجل رجال هذا كبير كبار كبار هذا صغير صغار هذا قصير قصير قصار هذا طويل طوال هذا ولد أولاد أولاد هذا ابن أبناء هذا عم أعمام هذا شيخ شيوخ هذا ضيف ضيوف هذا زميل زملاء هذا فقير فقراء هذا غني أغنياء هذا صديق أصدقاء هذا طبيب أطباء هذا فتى فتية هذا أخ إخوة هذا جديد بنك جدد typing هذه جدد هاذَا مدرس مدرسون هاذَا مهندس مهندسون ه 화장 هاذَا فلاح فلاحون هذا مجتهد مجتهدون هذا مسلم مسلمون حول المفردات التي تحتها خط إلى جموع كما هو موضح في المثال مثال من هذا الرجل هو حاج من هؤلاء الرجال هم حجاج من أين هذا الطالب هو من الهند أين التاجر الكبير هو في السوق أين المدرس الجديد هو عند المدير أين الطالب الجديد أهو في الفصل أهذا الطالب غني لا هو فقير من هذا الرجل هو ضيف لي أخ كبير هو طالب بالجامعة أين صديقك ذهب إلى المكتبة محمد محمد له ابن صغير هو طالب في المدرسة أزميلك مجتهد نعم هو مجتهد أضف الأسماء الآتية مرة إلى اسم ظاهر وأخرى إلى ضمير كما هو موضح في المثال مثال أبناء أبناء محمد أبناءه أسماء الآن الطلاب هم زملاء زملاء حامد كأصدقاء المدرس أعمد محمد اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله مثال الطالب ذهب إلى المطعم الطلاب ذهبوا إلى المطعم الطالب جلس في الفصل المدرس خرج من المدرسة التاجر ذهب إلى السوق اقرأ واكتب الطلاب في الفصل من هؤلاء الأولاد أهم أبناؤك لا هم أبناء أخي من هؤلاء الناس هم حجاج من تركيا أين التجار ذهبوا إلى السوق من هؤلاء الرجال هم ضيوف الفلاحون في الحقول وأبناؤهم في المدرسة أين الطلاب الجدد بعضهم في الفصل بعضهم عند المدير أعمامي تجار كبار هؤلاء إخوتي أين أبناؤك يا علي هم في الدكان الطلاب الكبار في الملعب والطلاب الصغار في الفصل هؤلاء الفتية إخوة أبوهم إمام هذا المسجد هؤلاء الرجال فلاحون من قريتي أين الطلاب الجدد أخرجوا نعم خرجوا وذهبوا إلى المكتبة أهؤلاء الأطباء مسلمون نعم هم مسلمون لي أبناء صغار بعضهم في المدرسة الابتدائية وبعضهم في المدرسة المتوسطة أكتب جمع الكلمات الآتية كبير مسلم مسلمون رجل ابن ضيف فتى حاج أخ صغير طويل غني فقير كبير الكلمات الجديدة الحقل الجمع حقول الناس القرية الضيف الشيخ الشيخ المطعم المدرسة الابتدائية من هؤلاء الفتيات يا مريم هن زميلاتي أخوات هن؟ نعم هن أخوات من أبوهن؟ أبوهن الشيخ بلال أمهن أستاذتي أين بيتهن؟ بيتهن قريب من المدرسة تمارين تمارين حول المبتدأ في الجمل الآتية إلى جمع كما هو موضح في المثال مثال هذه بنت هؤلاء بنات بنات هذه طالبة هذه طالبة طالبات هذه مدرسة مدرسات هذه طبيبة طبيبات هذه مسلمة مسلمات هذه زوجة زوجات هذه أخت أخوات هذه فتاة أخوات فتيات هذه جديدة جدد هذه كبيرة كبار هذه صغيرة كبار صغار هذه طويلة طوال اقرأ واكتب هؤلاء إخوتي وهؤلاء أخواتي من هؤلاء الفتيات هؤلاء بنات المدرسة هؤلاء الفتيات زميلاتي أبوهن طبيب وأمهن مدرسة أين الطالبات الجرد ذهبن إلى المكتبة أين بناتك يا عمتي هن في المطبخ أهؤلاء الممرضات مسلمات نعم هؤلاء طبيبات أزواجهن مدرسون من هذه المرأة هي زوجة الطبيب الجديد أبناتك في المدرسة الثانوية يا أسامة بعضهن في المدرسة الثانوية وبعضهن في المدرسة المتوسطة ألك بنات يا ليلة نعم لي بنات كبار وهن طالبات بالجامعة من هؤلاء النساء الطوال هن طبيبات من أمريكا الطبيبات خرجن من المستشفى اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله مثال زينب خرجت من الفصل زينب وآمنة ومريم خرجن من الفصل المدرسة ذهبت إلى الفصل الطالبة الجديدة جلست في الفصل بنت محمد ذهبت إلى المدرسة أشر إلى الأسماء التالية باسم إشارة للقريب هذا هذه هؤلاء أخي أختي رجال مدرسون طالبات أمي أبي طالبة طبيبات طبيبات تجار ضعف الأماكن الخالية من الجمل الآتية ضميرا مناسبا هو، هي، هم، هن، من هذا الرجل؟ مدرسنا مدرسنا أين الطالبات في الفصل من هؤلاء الفتية أبناء المدرس أين الطالبة الجديدة في المكتبة من هؤلاء الناس؟ من هؤلاء الناس؟ حجاج من الهند أين الطبيبات؟ في مستشفى الولادة من هذا الولد الذي خرج من بيتك؟ ابن أخي من أين هؤلاء الضيوف؟ من الرياض من أين هؤلاء الممرضات؟ من الفلبين من هذه الفتاة؟ بنت المدرسة هاتي جمع الأسماء الآتية أخت بنت بنت مسلمة طبيبة طبيب طبيب زوج زوجة زوجة فتاة كبيرة طبيبة طويلة 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 جديد أسماء الإشارة للقريب هذا طالب هؤلاء طلاب هذه طالبة هؤلاء طالبات الكلمات الجديدة الزوج الجمع أزواج المرأة الجمع نساء المرأة بدون أل إمرأة قريب هؤلاء إخوتي وأولئك أصدقائي من أولئك الرجال الطوال هم أطباء من أمريكا من أولئك النساء هن أمهات الطالبات آباء الطلاب عند المدير أولئك النساء خالاتك يا مريم لا هن عماتي هؤلاء أطباء وأولئك مهندسون هؤلاء الرجال فقراء وأولئك أغنياء أولئك الطلاب ضعاف من أولئك الرجال هم وزراء تمارين حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع مع تغيير ما يلزم مثال ذلك الرجل مدرس أولئك الرجال مدرسون من ذلك الفتى من أين ذلك المدرس تلك الفتاة بنت الطبيب هذا الطالب من إنجلترا وذلك من فرنسا أذلك المهندس مسلم هذه المرأة ممرضة وتلك طبيبة من هذا الولد الطويل تلك الفتاة الصغيرة أخت حامد تلك المرأة أم الطالبة ذلك الرجل عالم كبير من المملكة العربية السعودية أشر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة للبعيد ذلك تلك أولئك طالب تجار مدرسات طبيبة جديدة أمهات الطالبات أمهات الطالبات أباء الطلاب فلاح أم محمد صديقي صديقي أخواتي أخوتي أخوتي هاتي جمع الكلمات الآتية أم أب أمرأة أمرأة عمة ضعيف وزير اسم اقرأ و اكتب اصدقاء اغنياء اقوياء اطباء فقراء زملاء وزراء علماء اسماء الاشارة للبعيد المفرد الجمع المذكر ذلك طالب اولئك طلاب المؤنث تلك طالبة اولئك طالبات محمد ذهب محمد وحامد وعلي ذهبوا مريم ذهبت مريم وآمنة وفاطمة ذهبنا الكلمات الجديدة ضعيف الجمع ضعاف أم الجمع أمهات أب الجمع آباء ضعيفة الجمع ضعاف قوي الجمع أقوياء عالم الجمع 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 علماء الجمع 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 الجمع